لا يبدو أن جلسة البرلمان العراقي ستحل معضلة العملية السياسية التي تشهد ركوداً في أجوائها وذلك بعد أن شهدت قاعة البرلمان مشادات وانقسامات إزاء المشروع الذي قد يساعد في التمهيد للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد ومرة أخرى أخفق البرلمان في جلسة عقدها الأربعاء بتمرير قانون جديد للانتخابات حيث جرت تصويت في جلستين متعاقبتين على بعض المواد لكن المواد الخلافية أرجأت جلسة استكمال التصويت على القانون إلى يوم الثين المقبل الجلستان شهدت انسحاب عدد من الكتل بما في ذلك الكتل الكردية على خلفية الاعتراضات حول المادتين خمسة عشر وستة عشر التين تناولت الدوائر الانتخابية وحصص بقاعد النساء في نظام القد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال إن جانبا فنيا وآخر سياسيا دفع إلى تأجيل التصويت على المادتين خمسة عشر وستة عشر من مشروع القانون مشيرا إلى أن المشروع بحاجة إلى رؤية واضحة بعيدة عن الاجتهاد ويتعين أن تتوصل الكتل البرلمانية إلى توافق قبل المضي في التصويت على قانون الانتخابات وهو ما قد ينظر بتصعيد على الأرض من المتظاهرين حيث قال معتصم ساحات التحرير في بيان وزع للصحفيين إن النخبة التي تهيمن عليها السلطة غير جدية ولم تحترم مطالب المحتجين في البلاد البيان أضاف أن المتظاهرين سيلجأون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية من شأنها الضغط بشكل فعال ومغاير على الحكومة والبرلمان من جهة أخرى أكد النائب عن تحالف الفتاح عباس الزاملي أن اختيار شخصية من الأسماء المتداولة المرشحة لخلافة عبد المهدي يحتاج إلى مزيد من الوقت والتشاور بين الكتل السياسية وبحسب مصادر برلمانية فأن الأطراف السياسية باتت حذرة من طرح أسماء مرشحها خشية إسقاطها من قبل المتظاهرين